بسم الله الرحمن الرحيم المأموم يتبع الإمام في أفعاله ربما يخطئ الإمام فيزيد أو ينقص هذا إمام جماعة مو إمام معصوم إمام المعصوم ما يخطئ إمام الجماعة أحيانا يشتبه فليس للمأموم حينئذ أن يتابعه مثلا سجد الإمام سجدتين المأمومية رج سجد صارت سجدة ثالثة المأموم يقول ما دام الإمام سجد مرة ثالثة عنهم أسجدوا إياه لا مو بس ما تسجد نبه حاول تنبه إن أمكنه كذلك ما أمكن يبقى ساكت إلى أن الإمام مشتبه نحن مشتبه سجد سجدة ثالثة وقعد ما رح يأثر شيء يعني لا صلاة الإمام رح تختل أو لا صلاة المأموم أو العكس الإمام سجد سجدة واحدة ونسى قام وقف للركعة اللاحقة والمأموم ملتفت شنو تكليف المأموم أن يسجد الثانية أمكنه أن ينبه الإمام فهو المطلوب ينبه إذا لم يمكنه ذلك ما أمكن أشر كذا قال يا الله لا إله إلا الله ما التفت الإمام فكرة مشغول ما التفت قام وقف هذا المأموم يسجد السجدة الثانية ويلحق يقوم يلحق بالركعة اللاحقة الإمام قنت في الركعة الثالثة مثلا أو في الركعة الأولى اللي هو هذا المكان ليس محل القنوط يقنط المأموم لا ما يقنط يظل منزل إيده وواقف بس هالشكل واقف يصير يسبح يهلل يدعو الله سبحانه يصير زين إذا شال إيده يجوز يجوز بقصد الدعاء صرف الدعاء لا بقصد القنوط الموقت في هذا المكان ليقصد لأنه احنا ما عندنا قنوط في الركعة الأولى أو الركعة الثالثة القنوط في الركعة الثانية لكن الدعاء في كل أحوال الصلاة جائز نفترض شخص كل ركعة من يخلص قبل ما يركع يشيل إيده يقول اللهم اغفر لي وينزل إيده ويركع كدعاء لا كقنوط أو الإمام نسى يقنط بالركعة الثانية ركع المأموم شي يسوي يريد ما يقنط ما يقنط القنوط ليس واجبة يحب يقنط قنوط سريع يشيل إيده يقول اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد هو القنوط شنو دعاء هذا دعاء واحد من يقول اللهم صل على محمد وآل محمد هذا دعاء يكفي في القنوط حتى القنوط العادي الحين شخص منفرد جماعة هالمقدار يكفيه فعموما المأموم ما يتابع الإمام في أخطائه يتابع في أعماله المضبوطة أخطأ الإمام إذا كان الخطأ ليس خطأ ركنية من هالقبيل هالأمثلة اللي قلناها الحين المسألة أنه لو فرضنا الإمام سجد سجدة واحدة وقام ومشى بالصلاة ما التفت بعد الصلاة هل يجب على المأموم أن ينبهه لمثلا يسجد سجد سهو لا هذه مو مختصة بالإمام كل شخص يعني فرضنا واحد في المسجد رعى شخصا اشتبه سجدة تركها وما ما ملتفت لا يجب عليه تنبيهه نبهه أيضا يجوز ما في إشكال فعموما المتابعة أنما تكون في الأمور المضبوطة لا في الأمور غير الصحيحة فإذا أخطأ الإمام في القراءة المأموم يكون يقرأ لأنه الإمام المفروض يتحمل الآن ما تحمل عنه شيئا هذا الذي فعله ما كان صحيحا يكون المأموم هو يقرأ حتى يدارك هل هذا يخل بالصلاة لا ما يخل بالصلاة الصلاة صحيحة لازم يقرأ الإمام ما قرأ المأموم لازم يقرأ حتى لو فرض أنه راح يصير منفرد خلي يصير منفرد زين مسألة ثانية هناك شيء اسمه التجافي التجافي بمعنى التباعد يقولون بين فلان وفلان جفاء تجافي يعني بينهم مشكلة واحد ما يشوف الثاني تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا تتجافى جنوبهم يعني تبتعد يصير تباعد بين أجسامهم والمضاجع يقومون يستحب مثلا في السجود التجافي بين الأعضاء يفتح الرجل يفتح الشكل إيديه يرفعهم يجنح بيديه كذا جسمه يخلي فراغات بين أعضاءه هذا معنى التجافي هناك مورد في الصلاة احنا حتينا عن صلاة الجماعة هناك في صلاة الجماعة مورد يلزم فيه التجافي بمعنى رفع الجسم عن الأرض يعني يخلي فراغ بين جسم وبين الأرض متى حيث يكون الإمام في موضع تشهد والمأموم ليس في ذلك الموضع مثلا المأموم التحق بالإمام في الركعة الثانية في الركعة الثانية يجوا والتحق نزلوا ركعوا سجدوا الحين الإمام يقعد يتشهد بالنسبة له هذه الركعة هي ثانية المأموم بالنسبة له هذه هي الركعة الأولى كيف يفعل يجلس لا ما يجلس يتجاف يتجاف بمعنى أنه يحط فراغات بين جسمه وبين الأرض الحين هذه الفراغات كثر ما لها حد يعني ما فيها شيء تحديدي ضابطة عشر سنتيات سبع سنتيات مو هالشكل المهم أنه ما يقعد الجلسة المتعارفة شوية يرفع جسمه عن الأرض احتياطا مثلا يرفع ركبتيه يصير فراغ بين جسمه وبين الأرض يظل هالشكل رافع جسمه شوية إلى أن الإمام يكمل تشهده ويقوم للركعة اللاحقة يقوم هذا المأموم وياه زين الحين اللي هو متجافي في حال التجافي يتشهد يجوز يجوز يسكت ويجوز يتشهد والتشهد حسن بركة التشهد شنو هو التشهد الشهادتان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد هذا التجافي واجب على الأحوط يعني احتياط وجوبي الحين له فتوى له احتياط وجوبي يكون يتجافه لا يجلس الجلوس المعتاد وانجلس انجلس فيه إشكال عمدا مشكل قد يأثر على صلاته جهلا سهوا شو يتون الأمور سهوا انخو ما يضر جهلا عن قصور لا عن تقصير هماشي ممكن إذا صار جهل عن تقصير يسبب إشكال في الصلاة بشكل عام التجافي لازم الحين لازم على نحو الفتوى على نحو الاحتياط الوجوبي يكون يتجافه ويتشهد خلي تشهد التشهد بركة لا مشكلة فيه زين احنا قلنا سابقا الامام لابد ان يكون عادلة يكون انسان خير لو فرضنا هذا الشخص اللي هو امام يعلم انه ليس عادلة يدري هو مخش انسان نعوذ بالله قال له لتعال صير امام جماعة يصير يتقدم ايه صير زين الشرط مفقود مفقود هم ما يدرون هم المؤمنين الواكفين وراه يمكن كله محسن منه ما يندر كثيرا ما هي يوم القيامة تبين القضايا كلها يوم القيامة تبين يوم تبلس سرائر الامور اللي بالقلوب ذاك اليوم تبين بهالدنيا غالبا الناس متسترين واحد يضم عن الثاني كذا وغالبا كثير من الناس يهم ان الناس لا يعرفون ما يهم الله شي يشوف منه جل وعلا يستخفون من الناس آية بالقرآن هذه آية يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول الله قاعد يشوفهم ما يدير بال بس يريد الناس لا يشوفوا اللص يروح بالظلمة يروح نص الليل ويطالع يمين وشمال ليكون الشرطي يمسكي يخاف من الشرطي من الله عز وجل ما يخاف ذاك يريد يروح يرتكب فلان شغلة ويكذا هم يطالع يمين شمال ليكون يبين واحد ويشوفه ويصوره وإلى آخره لكن الله يشوفه ما يهتم شو تسوون هاي بعد غالب البشر هالشكل عموما الحين هذا فرضنا الإمام يدري المأمومين الوراء كلهم أحسن منه ويصير هو يصلي وراهم وهم يصلون وراه لكن الحين الله عز وجل أظهر الجميل يا من أظهر الجميل وستر القبيح هذه خلاصة القضية الله عز وجل يظهر جميلنا ويسر قبيحنا وأكو لحظاي ولو شوي نطلع كلمتين ثلاثة لا بأس الإنسان لا يتجاوز لأن ممكن يجي وقت ينكشف قدنا رواية أنا شايف رواية بهالمضمون أن لكل إنسان صورة في الملأ الأعلى كل منظر كل منظر بهالدنيا الحين احنا قاعدين هنا هذا المنظر اللي تشوفوه هذا الحين إلى صورة في الملأ الأعلى وين بالسماء السابع بأي مكان هالمنظر قاعدة تشوفه الملائكة ناس قاعدين يتوظون منظرهم هناك ناس نايمين بالبيوت منظرهم موجود أي شغلة أي وضع يتخذه الإنسان في إلى صورة في الملأ الأعلى فإذا كان الوضع زين الحين هذا خوش وضع الحمد لله احنا بالمسجد قاعدين ومسائل وصلاة هذه نعمة مو كل واحد يحصلها يريد لها شكر فقاعدين هنا هذا خوش منظر مكشوف هناك فوق صورة اكو جماعة قاعدين والكاميرا هم محطوطة وقاعدين يسولفون منظر زين الملائكة قاعدة تشوفها اكو مناظر مو زينة اكو مناظر مو زينة اذا صار العبد يسويها الله سبحانه وتعالى يأمر الحين مضمون الرواية يأمر ملك يقول له غطي عليه غطيه لا يشوفه الملائكة الملائكة الفوق لا يشوفه فيغطوه زين غطوه مرة مرتين ظل يسويها القضية ما جاء يبطل كل يوم يشرب خمر كل يوم ورايح للملحة وكل يوم وبايق وإلى آخره مرتين ثلاثة عشرة مية هناك لحظة هناك لحظة تأتي خلص ينتهي الأمر الله عز وجل يقول له للملك بعد لا تغطيه خليه مكشوف فإذا نكشف هناك بالدنيا هم نكشف خلص ينهتك بالدنيا نعوذ بالله فهذه الإنسان يكون يحسب حسابها يكون يحسب حسابها مرة مرتين ثلاثة توصل إلى نقطة التي تنتهي الأمور يفترض يفترض وهذه أيضاً أكو رواية من نسبة للسارق أجل لكم الله نعوذ بالله واحد يمكن يسأل الإمام عليه السلام يقول هذا السارق إذا باق ربع دينار ذهب يقصون إيده هي هذه الإيد سعرها خمسمائة دينار ذهب لو واحد يجي قص إيد شخص شكثر ديتها إذا رجل خمسمائة دينار ذهب زين على ربع دينار يقصوها الإمام بالرواية يجيب جواب حقيقة شلون جواب يقول هذا مو لأجل الربع دينار قصوا إيده هذا بايق قبلها مرات وكرات و الله عز وجل ستر عليه يوم اللي الله عز وجل يكشفه يكون مكمل الخمسمائة دينار ضل باق سرق سرق إلى أن صارت خمسمائة دينار أخذ سعر إيده سعر إيده حصله ذاك الوقت ينكشف يقصون إيده كل شيء بحسابه بهالدنيا هذه على كل حال الحين هذا الإمام فرضنا إمام الجماعة إحنا شوي ابعدنا عن الموضوع إمام الجماعة فرضنا يقول أنا مو خوش إنسان بس ذول الناس مصدقين بي فارضين أنا خوش إنسان يقول يقولولي تعال صلي أمامنا أصلي إيه صلي كثيرا ما بعض المؤمنين هو فعلا خوش إنسان بس يوسوس يقول نروح للبار إحنا أصدقاء وبعضهم يقولولي تعال صير أمامنا وأنا ما ودي أتقدمهم ليش تقدم تقدم يقول مو أخاف أنا مو خوش آدمي حتى مو خوش آدمي أنت أوقف صلي هم يحصلون أجر أكيد يحصلون أجر لأن هم مؤمنين أنت هم تحصل أجر أجر الجماعة صرت سبب في أن جماعة انعقدت فإذن لا مشكلة يجوز أن يتقدم الشخص وهو غير محرز من نفسه العدالة حتى لو هو قالهم قالهم وقام يتوسل بيهم من فضلكم تعالوا صلوا وراي مثلا أو أعطاهم كل واحدة من نص جينار قال له لي الله صير قدامنا يجوز 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 ما مسوي شي مخالف للشريعة إذا هم مؤمنين بي أنه إنسان سوي يجوز أن يأمهم الحين سؤال ممكن واحد يقول أكو واحد يفترض نفسه هو عادل إيش ليش ما أكو العدول بالدنيا كثر أغلب المؤمنين عدول يعني بمعنى عنده عنده تأنيب ضمير عنده وازع ما نقول معصوم يخطئ يخطئ ويصيب يستغفر يتوب هو نفس هذا اللي يقوم يشكك بنفسه هذا معناه خوش آدمي غالباً هذا اللي يقومي وسوس أخاف من قال أخاف عادةً هذا إنسان زين إنسان زين سؤال ثاني إذا واحد إذا واحد إعتبر نفسه خوش إنسان فالنفترضها مصرح باللسانه وقف أمام الجماهير قالهم ترى أنا خوش آدمي هذا شغلة عدل شغلة عدل ما مسوي شي حرام إذا هو فعلاً يدرب نفسه خوش آدمي بس ما يقدر يقول أنا أحسن من غيري شوفوا أكو فرق مرة يقول أنا إنسان زين خوش زين وأنتم خوش آدم أنا زين وأنتو زينين هاي ما فيها إشكال أما يريد يقول أنا أحسن من غيري ما يقدر يقولها إلا بشكل نسبي يعني فرضنا الحين واحد يصلي ويشوف واحد ثاني ما يصلي يصير يقول له أنا خير منك يقدر يقول له أنا خير منك في هذه الجزئية أنا خير منك في أنني أصلي وأنت لا تصلي أنا خير منك في أنني أؤدي التكليف الفلاني وأنت لا تؤدي أما بشكل مطلق يقول أنا أحسن منك ما يقدر ليش ما يقدر لأنه ممكن ذاك الطرف عنده أمور هذا الشخص مو موجودة عنده يقول أنا أصلي أنت ما تصلي يقول له أدري بي أدري بيك أنت تصلي بس أنت قاطع رحم وأنا مو قاطع رحم منه قال أنت أحسن مني يقول له أنا حجيت عشرين حجة وأنت ما حجيت ولا مرة يقول له أدري فيك أدري أنت حجيت عشرين حجة لكن هل كثر تستغيب كل يوم تستغيب ميتين مرة حجيت عشرين حجة وكل يوم تستغيب ميتين مرة أنا ما أستغيب بكثرك لا أقل ما أستغيب إذا أنت ميتين أنا عشرين مثلا خمسة أسويها عموما ما يقدر يقول أنا أحسن من غيري لأنه كل إنسان ممكن عنده أمور معينة الآخرون لا يعلمون بها بالنسبة للناس هم هالشكل يتعاملوا مو فقط تنظر للجانب السلبي غالب الناس الأغلبية الساحقة عندهم جوانب سلبية ولست بمستبقن أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب إذا أنت تريد دور لك واحد جامع مانع هذا المعصوم أو ما يتلو تلو المعصوم أغلب الناس عنده جهات خطأ انت هم لاحظ جهات الحسن رجح يعني شوف حط موازنة مو فقط أقل شغلة تريد تحاسب عليها على النقير والقطمير انت هم عندك ما علينا يجوز للشخص أن يأم الناس ولو علم أنه يدرب روحه هو معادل هذه خلصنا منها المسألة الأخيرة كون الشخص إمامين أفضل من كونه مأمومة هلو دار الأمر هجوا مجموعة أصدقاء قاله والله أريد واحد يصير إمام والبقية يقتمون به إذا واحد يقول أنا أصير إمام أحسن مما يقول أنا أصير مأموم يحصل لأن في الرواية أن الإمام ينال أجر جميع المأمومين شكثر كل مأموم إلى حساب إلى أجره العظيم الإمام يحصل أجر الكل فيصير إمام أحسن ما يصير مأموم في القرآن المذكور ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا والذين يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمامة حين ربما هناك كلمة إمامة مو بإمام الجماعة يعني قدوة قدوة مثلا لكن بشكل عام الشخص يصير إمام أفضل مما يكون مأموم والمأموم أيضا له أجره هذه بعض المسائل اللي ترتبط بأحكام الجماعة هناك أمور ذكر استحبابها في الجماعة أو كراهتها تأتينا غدا إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة